ألابى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية سعادة الواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام لحضور حفل تخرج دورة الصعق التأسيسية الثلاثين حيث كان في استقبال سعادته قائد قوة الأمن الخاصة وقد أعرب سعادة رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على الدعم المتوصل والمساندة التي تلقاها جميع قطاعات وزارة الداخلية بما يزيد من كفاءة الأداء الشرطية منوها بالاهتمام الذي يليه معالي وزير الداخلية وحرصه على زيادة قدرته وفعالية الأداء الشرطي ما أسهم في تحقيق الوزارة العديد من النجاحات والإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي مؤكد أن سعادته على المضي قدما في تطوير القدرات ورفع معدلات الاستعداد والجاهزية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية وخلال الحفل أن سعادة رئيس الأمن العام الخارجين على اجتياز هذه الدورة منوها إلى أن المهمة الأمنية وهي مهمة وطنية مستمرة يتداولها الرجال المخلصون للحفاظ على أمن البلد واستقراره وقد ألقى قائد قوة الأمن الخاصة كلمة أشار فيها بأن الاحتفاء بتخريج دورة الصاعقة يهدف إلى إنشاء جيل قادر على حمال بل على حمل رواء الأمن مسلحا بكل أنواع العلوم والمعارف والقدرات لحفظ الأمن والنظام في ربوع المملكة ومواجهة كل من تسود له نفسه العبث بأمنها بعد ذلك قدم خريجوه الدورة عددا من المهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم العالية مجسدين مستوى التدريب الذي تلقوه وما وصلوا إليه من جهزية عالية لأداء الواجبات وفي ختام الحفلة قام سعدة رئيس الأمن العام بتكريم أوائل المشاركين في الدورة مشيدا بالنتائج الطيبة التي حققها الخريجون الأمر الذي سينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن ومتمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن ترجمة نانسي قنقر